كان منذ أيام فيه خبر قدتل حضراتكم انه ميكالي بيطلب من روي فيتوريا انه يسيب له حسام عبد المجيد عشان معسكر منتخب مصر أولمبي في الشهر الجالي تعرفين حسام عبد المجيد دلوقتي موجود مع المنتخب الأول وهو من العناصر المهمة في المنتخب الأولمبي فميكالي طلب من المنتخب الأول انه يترك له حسام عبد المجيد خلال المعسكر الحالي ولكن روي فيتوريا رفض التفريط في خدمات حسام عبد الميجيد خلال الفترة الحالية والمعسكر الحالي وأكد على تمسكه بالمدافع الصاعد لاعب نادي الزمالك خاصة أن المنتخب الريمبي مش هاخد أي مواجهات رسمية خلال التوقف الحالي لكن المنتخب الأول هيواجه منتخب بيجيكا زي ما أتحدثكم يوم 11 من الشهر الجري مش حلو وبصراحة عنده حق فيتوريا يعني ممكن يبقى حسام عبد الميجيد دلوقتي مهم للمنتخب الأول في ذلك الإصابات اللي في خط الدفاع والغيابات في خط الدفاع تتكلم في محمد عمنا ومحمود متولي عناصر مهمة كمان لعيبي بيراميدز لعيبي فيوتشار فالأمور صعبة جدا فتمام تمام أكيد هيبقى فيه تعاون الفترة اللي جاية ويهمنا يفضل فيه تعاون الفترة اللي جاية